استقبل معهد الشارقة للتراث وفداً سورياً برئاسة معالي الدكتورة لبانا مشوح وزيرة الثقافة السورية لتعزيز سبل التعاون في مجال التراث تفاصيل الزيارة في التقرير التالي في هذا الصرح الثقافية معهد الشارقة للتراث استقبل سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس المعهد وفداً سورياً برئاسة معالي الدكتورة لبانا المشوح وزيرة الثقافة السورية وذلك في إطار دور المعهد بتعزيز سبل التعاون الدولية في شهر مارس ستبدأ الدورة الأولى لإعداد خبراء في مجال التراث الثقافي غير المادي برعاية اليونسك إن شاء الله هذا التعاون سيسهم في إيجاد هؤلاء الخبراء ويسهم في إعطاءهم الأبجديات الأولى لكيفية إعداد الملفات وصياغة الوثائق الخاصة بهذا التوثيق الوفد تجول بين أقسام المعهد التي تحوي في مضمونها كنوز معرفية من كتب وإصدارات ومعارض توثق التاريخ والتراث الشعبي لدولة الإمارات كما زار الوفد أيضاً مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي في الشارقة مطلعاً على مرافقه التي توثق أدوار ومنجزات المنظمات الدولية المعنية بالتراث والثقافة نحن في سوريا لدينا خطة استراتيجية لحماية وصول التراث اللامادي ويهمني جداً أن أطلع على التجربة تجربة هذا المعهد العريق لما له من سمعة عالمية قادم من الأيام سنتبادل المطبوعات قد يكون لدينا مشاريع مشتركة سيكون هناك تدريب وتأهيل كوادر في سوريا زيارة الوفد السوري تأتي استكمالاً لسلسلة استقبالات معهد الشارقة للتراث للعديد من الوفود الإقليمية والدولية لمد جسور التواصل الثقافية والحضارية إذن باستقبال هذا الوفد تؤكد إمارة الشارقة دورها في نشر كل ما يتعلق بالتراث التقافية بالتعاون مع المؤسسات التقافية من مختلف بقاع العالم لأخبار دار ريم عيسى